ناخد على التليفون معنا التليفون جاهز يا جماعة الدكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي بوزارة الشباب والرياضة يا دكتور محمد صباح الخير على حضرتك صباح الخير عليك يا أستاذ نهواندر وعلى الأبتاز الكريم وكل سنة متطيبين ودائما كده متقلقين بصراحة هو المتقلقين هي الوزارة يعني حقيقة بجد دي شهادة لازم احنا نقولها احنا يمكن اخبار الوزارة بتبقى معنا يوميا وبجد فيه شغل محترب جدا بيتمه وسادة الوزير نشيد جدا وفعلا قدم شيء مختلف للوزارة في عهده يعني تحية كبيرة جدا خليني اروح مع حضرتك بقى للماراثن بتاع الدراجات ونعرف اكتر تفاصيل والمشاركين والتفاصيل اليوم هيبقى عامل ازاي فاضلي فاند طبعا ماراثن الدراجات اللي بيقام في انفاء ورسعيد طبعا بيجي وفق او رؤية خطة وزارة الشباب والرياضة بدعم المشروعات القومية اللي بتنفذها الدولة وده بيأكد على ان الوزارة اصبح لها دور مجتمعي كبير جدا من خلال هذه الانشطة اللي احنا بنعملها بيكون لها عظيم الاثر في الترويج لتلك المشروعات الاسبوع الماضي او 18 تاين كنا في العالمين الخميس الماضي كنا في العالمين وكان مارسن او مهرجان رياضي او فعاليات رياضية كبيرة جدا بمشاركة رئيس ساب دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدولي وعدد كبير من الوزراء وكان لي صدق كبير جدا 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 وشوفنا حجم الانجازات اللي بتعملها الدولة المصرية في كل مكان خصوصا في العالمين هنأتي يوم الجمعة في بورسعيد ونشوف برضو انجاز اخر ومشروع كبير بتنفذوا الدولة انجازات حقيقية بتتم على أرض الواقع بيتم ابرزها من خلال الرياضة واقامة الفعاليات والانشطة الرياضية اللي بيشارك فيها عدد كبير جدا من الشباب رائع جدا طب انا ممكن اروح لمبادرة دراجتك صحتك لان دي من المبادرات اللي خاصة بوزارة الشباب اللي انا بحبها جدا وخلينا نعرف يعني احنا شفنا اقبال شديد جدا ويمكن الناس كتير كانت محتاجة كمان ان هي تعرف اكتر وان هي تشارك وتشتري دراجات فهل هيبقى فيه يعني جديد في هذه المبادرة خلينا نعرف من حضرتك كيف حدث طبعا وطبعا على طول وزارة الشباب برياضة بتقدم الجديد لشباب مصر من خلال المبادرات المختلفة والمتنوع مبادرة دراجتك صحتك احنا حاليا او شاكنا على الانتهاء من توزيع دراجات المرحلة التانية والبالغ عددها 1400 دراجة وزي ما قلنا ان شاء الله المرحلة القادمة هيبقى فيه مرحلة تلتة وربعة وهيتم توزيع عدد اكبر من الدراجات هنستهدف عدد كبير جدا من شبابنا اللي هنقدر من خلال موقع ووزارة الشباب والرياضة اللي هيتم الاعلان على طول بشكل فوري عن المرحلة التالتة وما يليها من مراحل حتى يتسنى لنا جمع عدد اكبر من شباب مصر اللي بيحب يشارك وبيهتم بممارسة الرياضة وعلى فكرة احنا اللي هنستهدف فقط شباب بقى مصرح لمنستهدف جميع فئات المجتمع ان هم يركبوا دراجات بس هو السؤال بقى السؤال احنا قبل كده عملنا مداخلة وتكلمنا عن دراجتك صحتك وكريم وعدني ان هو هيجيب عجلة وحضرتك وعدني ان تجيب عجلة والله لسه كنت هقول لحضرتك حالا لسه كنت هقول لحضرتك حالا عن الموضوع ده ان انا يعني مش عارفة ليه فعلا ما نفذناش الوعد ده بس احنا عايزين حضرتك لو تسمح ممكن نتواصل معاك ونيجي بقى نجيب الدراجة وهنعمل تقرير يا فندم وكل واحد فينا جاي من بيته بالعجل عشان نسبت لحضرتك بما لا يدعى اي مجال للشك ان احنا فعلا شاركنا بشكل ملموس وبرضو من ضمن الحاجات اللي فعلا ملفتة جدا للنظر الى جانب النشاط الموسع لسيد الوزير ولكل حضراتكم الحقيقة كمان التتشاط الانسانية اللطيفة اللي بنشوف من خلالها دعم واضح وصريح من قبل الوزارة بالكامل ممثلة في السيد الوزير زي مثلا تواصله مع مؤمن زكريا زي تواصله او مكلمته العبد الشافي يعني بتوقع برضو من الحاجات اللطيفة جدا واللي الجماهير بتسعد بيها والله ده برضو الدور المجتمعي والانساني لوزارة الشباب الرياضة وللسيد الوزير يمكن الكابتن مؤمن زكريا لعب الناد الأهل المتخب مصر احنا كلنا بنتمناله الشفاء ربنا يا رب يعفو عنه ويشفيف ويجعله في مزان حسناته وعضلنا قريب قوي 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 للملاعب سات الوزير رحلوا انبالح بالفعل منزلوا وتطمن عليه وحيساهم بشكل كبير في علاج اللاعب وعلى فكرة وزارة الشباب والرياضة بتساهم بشكل كبير جدا في علاج قدام الرياضيين اللي بيكون عندهم إصابات وكمان مش بس قدام الرياضيين أي لاعب داخل المنظومة الرياضية وزارة الشباب والرياضة دائما وبتقض خلف الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب وكمان حصل اتصال بين ساد الوزير وكبت محمد عبد الشافي اللي صابة اللي ألم نبيه في مباراة القمة وتمناله برضو الشفاء ده دور مهم جدا بيلعبه الوزير الإنساني دكتور أشرف صبحي قريب قوي من الجميع احنا هدفنا بالفعل هو عندنا أصبح عندنا حركة رياضية مصرية جديدة متطورة طب ممكن يا دكتور أروح مع حضرتك لنقطة برضو مهمة احنا من خلال البرنامج بنحاول فاكرة السوشال ميديا الأخيرة دايما نطرح أسئلة وكنا طرحين مبارح وكملنا أو استكملنا السؤال النهاردة على الجمهور ليه احنا بنكسل نمارس رياضة وكم عدد الأفراد في الأسرة الوحدة اللي ما بيمرسوش رياضة بصراحة ناس كتير جدا وكان جموع كتير يعني مش هنقول أعداد قليلة رغم الثقافة اللي احنا دلوقتي بنتكلم انها تغيرت والتوجه كمان من قبل الدولة لتشجيع الرياضة على كل المستويات وكل الفئات فحضرتك شايف ازاي ممكن برضو يكون في هنا حل للأشخاص أو الأفراد اللي هي مجرد عندها كسل لممارسة الرياضة يعني ايه دورنا بجانب أو الدور بجانب الإعلام اللي ممكن يتم هنا أو الفعاليات يعني خليني أسمع من حضرتك هو طبعا هو فيه دور مشترك ومهم جدا 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 ما بين الأعلام والرياضي وما بين الأنشطة اللي بتطرح وزارة الشباب والرياضة الأعلام عليه دور مهم جدا في هذه في النقطة ديات احنا عايزين بالفعل نمارس الرياضة سيد الرئيس عبد الفتاح السيد الرئيس الجمهورية قال لنا مارسوا الرياضة اركبوا عجل انزلوا يمشوا مهم جدا الرياضة للصحة مهمة جدا حتى هنحافظ على لياقتنا عشان نقدر نكون فعالين في المجتمع نقدر نكون منتجين الأعلام عليه دور كبير جدا الله احنا بنحاول نعمل دورناهم في توصيل هذه الرسالة وزارة الشباب والرياضة عندها عدد كبير من المبادرات والأنشطة اللي بتهتم التوصيل قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة على فكرة أنا متأكد متأكد أن في القريب العاجل مصر كلها هتلعب رياضة والله نتمنى نتمنى ده يحصل خصوصا أن احنا لسه كنتانو كريم نقول مبارح في الجيم لما بنروح نتمر نلاقي فعلا الناس عندها سبعينات يعني سبعين سنة وما فوق فيعني أعتقد أن ده ممكن يكون كده أو دي تكون بداية كويسة فمشكرك جدا يفنم شكرا لك يا دكتور وهنتابع أكيد مع حضرتك برضو كل المشاطات اللي بتقوم بيها الوزارة طيب